كلمات المسيح على الصليب كلمات كتير كتير مهمة كان عنده تلت محادثات المحادثة الأولى مع الآب المحادثة الثانية مع اللص التائب والمحادثة الثالثة كانت مع القديسة المطوبة مريم العذراء أمه ومع طبعا التلميذ المحبوب يحنى الحبيب والجدير بالذكر في هذا الموضوع أن أي كلام أو أي حركة بيعملها على الصليب بتسبب آلام شديدة آلام مبرحة جدا لكن هذه الكلمات كانت مهمة جدا على الصليب وطبعا بحسب البشائر الأربعة على الأرجح في سبع كلمات مذكورة لكن ربما كان يمكن نتحدث أكتر لكن الروح القدس بالوحي أكيد عنده مخطط لهذه الكلمات حتى نستفيد منها روحيا أول ما ابتدى قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون واتخيلوا معي المسيح عم بيتألم طبعا جلد الجلد الروماني وحمل الصليب ودقوا المسامير في إيديه وفي رجليه وعلق على الصليب ومع كل هذا عم بيسخر منه بيستهزئ فيه وهو معلق على الصليب وكلمات المسيح يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون أما المحادثة الثانية فكانت طبعا لا تقل أهميتها فالمسيح يحب خاصته ويحب طبعا أمه ويحب يحنى فاستودع القديسة مريم العذراء بين يدي يحنى الحبيب قال ليحنى هو ذا أمك وقال لأمه مريم هو ذا ابنك طبعا من هذه اللحظة يحنى الحبيب أخذ القديسة مريم العذراء وأصبح يهتم فيها وعلى الأرجح كانت تسافر معاه في حملاته التبشرية الكرازية اللي وصل طبعا بقاع كثيرة منها آسيا الصغرى فاهتمام المسيح لأنه مليان حنان مليان رأفي رغم كل العذاب اهتم بهذا الموضوع أن يترك أمه بأدين يحنى الحبيب أما المحادثة الثالثة فكانت طبعا مع اللص التائب اللص التائب بالأول كان يعير الرب يسوع المسيح لكن عندما اكتشف وداعة المسيح وهدوء المسيح ومحبة المسيح في شيء لمس قلبه أولا وبخ صديقه وبعدين قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فطبعا قال له يسوع المسيح اليوم تكون معي في الفرداوس كلمات المسيح على الصليب مهمة جدا حتى آخر نبوة تمت في الصليب قال أنا عطشان الشيء الجميل أنه صرخ بصوت عالي مكتوب أسلم الروح ونكس الرأس عادة الإنسان ينكس الرأس ثم يسلم الروح لكن هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها وقد أكمل كل شيء قال هذه العبارة قد أكمل وتمم حتى آخر نبوة وهو على الصليب إن بدل على شيء بدل سيادته على كل الأحداث من الألف لليام ترجمة نانسي قنقر